السلام عليكم ورحمة الله في ذكرى النكبة الكبرى والطامة العظمى والتي مر عليها 57 عاما من الألم في قلب الأمة الإسلامية من احتلال بيت المقدس نتذكر حرب عام 67 والتي تبخرت معها أحلام العرب يوم أفاقوا على حقيقة الوهم الذي باعهم إياه جمال عبد الناصر بعد أن خدر أمتنا بوعوده الجوفاء وجر العرب إلى حرب لم يكونوا على استعداد لها وبدلا من أن نستعيد ما فقدناه عام 48 خسرنا يومها بيت المقدس وباقي فلسطين إضافة إلى الجولان وسيناء ليصبح طموح مصر حينها هو استرداد سيناء والتي استعادتها مصر باتفاقية السلام مع الصهاينة عقب حرب 73 وما زلنا نستشعر مرارة تلك الأوجاع كل لحظة باحتلال قلب الأمة الإسلامية في بيت المقدس وتبكي قلوبنا حسرة كل يوم عليها ومع كل عام فإننا لا نزداد إلا يقينا من نصر الله تبارك وتعالى وأنه يقترب منا لأن غضب الله تعالى على انتهاك حرمات بيت المقدس له أضعاف حسرتنا على احتلالها اللهم إنا لا نشك في نصرك لحظة ولكننا نشتاق إلى عز أمتنا وإلى الصلاة في المسجد الأقصى محررا عزيزا مسر حبيبك محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم عجل لنا بنصرك برحمتك وكرمك يا الله يا عظيم يا من لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين